السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري اللبس عليكم كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا باخر والاخر والفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي اليوم ان شاء الله كيفما كتلاحظوا سنشارك معكم واحد الكيك كيجي هائل رائع البنات كيجي شيش كيدوب في الفم هذا الصراحة الكيك تعتبر من احب الكيك الى قلبي سنشارك معكم اليوم كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وفرجة ممتعة سنبدأوا على بركت الله بالنسبة المقادر عندنا كاس ونص الحليب نصف الحليب كاس لاربة زيت زيت نباتية وندنا كاس الاربع سكر حبيبات وقدنا فانيليا مالقة كبيرة بودرة الكاكاو الكاكاو يكون المر واحد مية جرام ديال الشوكولات ممكن تستعملوا اي شكولات انا هنا استعملة الشوكولات ايجوال نضيف سكر فانيليا نضيف سكر فانيليا نضيف سكره نضيف سكره نضيف سكره نضيف سكره نقص منه 1 كاس نقص منه 1 كاس نقص منه 1 كاس نقص منه 1 كاس نستخدم القشور البرتقال فتكون مع القشور البرتقال خوش الدقائق Burp نضيف خوش الدقائق خمارات مجموعة 16 قرام جوج بيضات مغلقة المغلق المغلقة الجوج بيضات اخرى نضيف جوج بيضات ملح يقادل ضوغ نطرب المكونات البيض مع الخليط فلنقل القرقalion الميلك الظذاء كالمدفع الز starters سوف نضع المول ضروري دهنه بالزبدة ضروري دهنه مزيان وإلا غادي يلسق لكم الكيك هنا انا فضلت يعني باش تجيني من الأسفل يعني كحلة أو سوداء فضلت أنني نغبر المول بالكاكا والمر يعني هي غادي تجيني شوية كحلة من الأسفل ولكن أحسن من أنها تجيني بيضة هاد شي كيبقى اختياري إلا ما بغيتوش ولما عندكمش الكاكا ودي ارشوه بالدقيق الأبيض أو الفارينا هادي كتبقى اختيارية صاف هناك نضيف الخالط لاحظو تكستيو دي الخالط مني اخويتو في المول راكم شفتو كيفاش داير الفران ما شعلتوش من قبل نهائيا يعني بارد غادي نديره في الفران بارد صاف هنا لاحظو معايا مشعله غادي نديره على درجة الحرارة 180 يلا شعلتو وغا نشعلو من الأسفل فقط لاحظو فين حطيتو غادي نطيبة في الفران ديالتو لاحظو معايا فين حطيت المول ديالي حطيتو يعني تقريبا في الطبقة التحتانية صاف هنا غادي نخليه تقريبا واحد ربعين دقيقة صاف وغادي ما غا نشعلش عليه من الفوق نهائيا يعني خليشو طابعير من التحت خليوا انتم من 35 حتى الربعين دقيقة صاف راكي وجد وباش كنعرفو را وجد كنديرو في واحد الكيوغدون انا درت في المرة اللولة كيوغدون خرج لي الخالط شوية الكيوغدون في شي شوية ديال الخالط من بعد خرج ليه ناشف صاف وطفت عليها يعني كنقلبو مماشي مشكل هنا يرا بقى الكيك سخونة غادي نقلبها في هاااااااااااا في شي طبصيل قلبوه في تبصيل واللي يكمل ولا التزيين في المول ديالها صافي هذاك الكيبال لكم را ماشي حرقة البنات را عير الكاكاو قو كنت دا بدا يرا الفورس أو التقيق الأبيض كان غادي تلقاوو واجه ديالها غا تلقاوها ابيض وانا ما بغيتش دا كل لون داك شليش درت الكاكاو يعني هادا كل لون عير ديال الكاكاو ماشي الحراق كيبان وخفت صور كيبان بحل الحراق صافي لاحظوا معايا اهنا غادي نقلبها وغادي ندير فيها هاكدا تقيبات بكيوغدون ضروري ديروا تقيبات بكيوغدون باش يدخلنا داك الخالط في الكيك نديروا هاكدا يا تقيبات حلى مستوى الكيك نبقى وغادي هاكداك صافي حتى نديروا ونضيفوا لي هاداك الخالط اللي خلينا دكاس الى ربع ديال الخالط اللي طيبنا في الاول نضيفوا له هو اللي كيعطيها واحد عبتي كتجي كتجي مصقية وكتجيه شيشة كتجي شيشة حاجة رائعة البنات كنتمنى ان شاء الله تجربوها راها كتجيها الى انا بعدها هاد الكيك هادا كيتعتبر يعني من الكيك المحبب عندي كيعجبني بزف بزف صافي هنا كنتر بق شوية هاداك الخالط اللي خليت رعيني كيولي بحل القلاساج صافي وكنا نسقي الكيك ديالي لاحظوا معايا كنبقوا نسقيوها هاكدا شوية بشوية وقترو تقيبات في الكيك باش يدخل لكم الخالط الداخل ديالها وهدك حتى الخالط اللي غادي دوز ليه من جناب حتى هو غادي تشربوا الكيك من الاسفل يعني التاشي حاجة ما غادي تضيه صافي كنستمر هاكدا كنسقي الكيك ديالي انتو ملاحظوا ما يعني ولا فحل شكل قلاساج ولا كيل مع صافي كنستمر هاكدا كيف ما كتلاحظوا صافي نعطيه شوية ديال الخاطر ونسقيوها هاكدا شوية بالعقل حتى يدخل هنا داك الخالط في الكيك ديالنا صافي انا شفته يعني ما كانش فيه تقيبات بزاف فقا نضيف لي دا بيت قيبات اخرين وعاد نعود نسقيه مش مشكل صافي غادي نستمر هاكدا يا البنات كيف ما كتلاحظوا نسقي الكيك ديالي بعد ذاك الخالط كامل وكيف ما قدلكم ها انتو ملاحظوا الخالط كامل يتسقى بي الكيك ما تشيطو تاشي حاجرة غادي شربها الكيك غادي شرب لنا داك الخالط كامل صافي وبالنسبة لتزيين انا فضلت انا ننزين با بالقرقاع مهر مش هاكدا زينو انتو مباش ما بغيتو ممكن ترشو عليها وحد شوية ديال الكوك حتى هو كيجي مزيان المهم اي حاجة تزينو با ماشي مشكل ولا تخلي واعير هاكدا كتاية ماشي مشكل صافي البنات واول كيك ديالي وجد عير جربوها البنات راكيجي رائع وتبوعي المراحيل وان شاء الله لما نسيتش غادي نخلي ليكون مقادر في صندوق الوصف وتبا يا استيدنا رمضان كنحتاجو هاكدا يشي حاجة المرسلة والله هاكدا يلا يعني الصحور انا صارحة كنبغي في الصحور الكيك يعني حضرو هاد الكيك هذا راكيجي هاي لبنات على حسابي شي حاجة كتجي رائعة انا هنالكيك بقي سخون وكلت دارولي نوريكم الداخل ديالي ولاحظوا البخار يعني طلع يعني كتبا غنوريكم كيف الشكل ديالي وكيفاش كيجي من الداخل كيجي رائع البنات وكيجي تبارك الله طالع يعني وخفي جوج بيضات شوفوا تبارك الله كيجي طالع وكيجيه شيش كنتمنى البنات ان شاء الله تجربوا الوصفة وتنجح معاكم وما سخيتش بكم كيف ديما ونتلقى في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة